أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبي الدين وكان الله بكل شيء عليما الحمد لله وكان يقل ما حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعدوا هذا برنامجكم خاتم النبيين ورقاوا اليوم عنوانه القصوى والقصوى كما تعلم علم واسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل ذكر الإبل في كتابه العظيم فقال جل ذكره أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وناقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه اشتراها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أذن الله لهما بالهجرة فبعد أن مكث في الغار ثلاثة أيام وخفت طلب وهدأت العيون كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وعد عبد الله بن أريقط الليثي الذي كان خريتا يعرف الطرق ليسوقهما إلى المدينة وعده بعد الغار ثم وجد الراحلتين معه فقال الصديق رضي الله عنه لنبينا عليه السلام يا رسول الله بأبي أنت وأمي اختر إحدى هاتين الراحلتين وقدم أفضلهما له فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن فدفع ثمنهما واشتراها ثم لا ندري متى سميت بالقصوى لكنها بلا شك هي ناقته صلوات الله وسلامه عليه سنتحدث عن القصوى في مواطن ثلاث الموطن الأول هجرته من مكة إلى المدينة والموطن الثاني ما كان منها يوم الحديبية والموطن الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا عليها ممتطيا لها يوم عرفة فأما الأول فإن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة تشرف به النجاد والمهاد على هذه الراحلة المباركة ناقته صلى الله عليه وسلم التي بينا أنه اشتراها من أبي بكر وكان مقدم الركب عبد الله بن أريقط ومعهم عامر بن فهيرة يخدمهم وصديق رضي الله عنه هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته تلك الصحبة التي خلدها القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في الطريق مر عليه الصلاة والسلام على خيمتي أم معبد حتى بلغ ووصل المدينة لما وصل المدينة وصل قبع أولا لمكث فيها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ثم الجمعة صلىها عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك في بني سالم بن عوف ثم دخل عليه الصلاة والسلام مدينة الآن فلننظر إلى منن الله على نبيه في مكة قبيل أن يهاجر ما استطاع أن يخرج من مكة على ناقته بل إنه طلب من ذلك الدليل أن يهيئ الراحلتين ووعده يوما قد علماه ثم مضى مضيا معه نبينا عليه الصلاة والصدق في حين أنه لما دخل المدينة إذا بأشاوس الرجال وسادات وأشراف الناس يتسابقون إلى تلك الناقة كلهم يريد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ضيفه وهو يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فانظر إلى تبدل الحال الله عز وجل يقول في كتابه العظيم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أحيانا يظن الإنسان أنه إن لم ينصر الدين أن الدين سيغلب الدين منصور منصور بك أو بغيرك لكن المراد أنت تبتلى هل تكون أنت ممن يؤجر لنصرته الدين أو ممن يأثم لخذلانه دين رب العالمين وإلا أن لا بد أن يعلم الله عز وجل يقول عن ذاته العليا إن الله بارغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويقول فيأتي الله بقوم يحبهم ويحبون والآية في الأنعام أظهر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فلئن صدت قريش ومنعت وآذت واضطر صلى الله عليه وسلم إلى أن يترك مكة وبيته وأهله فإن الأنصار كانوا نعم المعين لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم أنتم لا تمكنون تلك الناقة من أن تمشي تمضي بين أظهركم وأولئك الأخيار يحفونها كلهم يريد أن تبرك الناقة عندها حتى بركت الناقة على موضع المنبر اليوم فلم ينزل صلى الله عليه وسلم ثم قامت وجارت جولة ثم عادت إلى مبركها الأول فعلم عليه الصلاة والسلام أنها عرفت موطنها حقا يقول شيخنا الشيخ حاطية رحمه الله كأنها تتأكد من موضعها ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموضع الذي بركت فيه الناقة سأل عنه ثم بنى عليه مسجدها موضع الشاهد الآن ما كان من أمر الناقة كيف كانت وكيف وإلى ما غدت والقضية نفسها تأتي في يوم الحديبية الحديبية موضع مع قبيل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في العام الثالث محرما معتمرا لا يريد إلا العمرها لكن قريش صدته ومنعته ومضت له مفاوضات مع قريش هذا يغضو وهذا يروح فلما بعثوا سيد الأحابيش قال عليه الصلاة والسلام هذا من قوم يعظمون الهدي فأطرقوا الهدي وكان الهدي قد تضرر من شدة وطول حبسه فلما رأى الهدي قد ضمر شق عليه ذلك وعاد يقول يا قريش ولا يعذروا قريشا ويعاتبهم ويلومهم على أن صدوا نبينا صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين معه إن العاقل لابد أن يعلم أن هناك طرائق عدة لأن ينادر الإنسان ما يعرف بالرأي العام فإن ثمة أقوام من اليسر أن تستميلهم إليك ولا يلزم أن يكون بينكم من الولاء العقدي ما يكون لكن البعض عفان الله وإياهم ربما لا يفقوا هذه المسألة والسياسية الشرعية الفهم الذي يعينه على أن يكون منه عطاء لدين الله فتراه يتشدد في أمور يظن فيها أنه قد استمسك بالعروة الوضقى فهو يؤجر على ما فيه من صلاح النية وإخلاص القلب والرغبة في نصرة الإسلام لكن ينبغي أن يعلم أن الأمر أوسع من ذلك فهذا صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل وكان عليه الصلاة والسلام على علم ودراية بأحوال الناس وأنه من قوم يعظمون الهدياء أمر بأن يرى الهدياء أن يطلق الهدي فيراه ذلك الرجل فيكون له أثره في قلبه فيصبح ذلك الرجل معينا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لنيل شأوهم وتحقيق غايتهم مع أن الأمر لم يتم لكنه سبب اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم والمرء إذا أخذ بالأسباب يتوكل على الملك الغلاب لا يعاتب ولا يلام على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك حتى تعلم أمته عنه الهدي الأكمل والطريق الأقوى في مقضية ما يعرف بالسياسة الشرعية في تلك الحين والمفاوضات قائمة إذا بالقصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك فقال الناس خلأت القصواء وهذا ذم للناقة بمعنى أنها حرنت بمعنى أنها أصبعت غير قادرة على القيام فقال عليه الصلاة والسلام يدافع عنها وهي ناقة قال والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم من تلك الناقة عندما خلأت علم من هذا الموقف من هذا الحدث علم أنه لن يكتب له في هذه أن يدخل مكة في عامه ذلك فقال والله لا يسألون أن يخطه يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها المؤمن ليست غايته أن يظهره أو أن يظهر رأيه أو أن يظهر قومه المهم أن تعظم حرمات الله المهم أن يعبد الله المهم أن نصل إلى غاياتنا في نشر دين الله قد نتوارى قد نختفي قد نستشهد قد نستشهد قد يكون ما يكون من بلاء يصيبنا لكن المقصود الأسمى والغاية العظمى لكن المقصود الأسمى والغاية العظمى أن يُعلى دين الله ومن إعلاء دين الله أن تعظم حرماته فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها هذا كله فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الناقة قد بركت قال وما ذاك لها بخلق أي ليس هذا دأبها ليس هذا شأنها إن المسألة وراءها ما وراءها وفقه صلى الله عليه وسلم وفطنته وعلمه بالطرائق التي يكون فيها إرشاد الله عز وجل له كل ذلك جعله يقول تلك المقولة الخالدة تلك المقولة الخالدة صلى الله عليه وسلم حري بالأمة أن تعلم أن النصر على الأعداء صحيح أنه في أكثر أحواله وجل مطالبه هو جهاد في سبيل الله وقتال لكن قد تأتي أعصر تأتي أزمنة تأتي مواطن يحتاج فيها الإنسان إلى عقله إلى فهمه إلى درايته إلى إدراكه إلى استمالة القلوب إلى تحييد أقوام إلى نصرة أقوام وكل ذلك باب واسع يفقاه المؤمن إذا فقه أن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأتم والنحو الأكمل أنت إذا عدت وحرمات الله قد عظمت وأوجلت فهذا خير لك من أن تنال مقصودك ويكون ذلك من غير تحقيق لرفعة الدين وإعلاء شأن الإسلام هذه الناقة كذلك حج عليها صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام لم يحج إلا حدة واحدة عرفت بحدة الوداء وكانت تلك الحج على هذه الناقة فإنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في العام العاشر من الهجرة حتى انتهى به الأمر إلى البيت فطاف بالبيت ثم مكث في ميناء يوم التروية ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفه ركب ناقته فوجد القبة قد ضربت له بنمره فمكث في نمره حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس هيئت له القصوى فركبها صلى الله عليه وسلم ثم أتى الموقف وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنها مكث صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبته العظيمة يدعو ربه مستقبلا للقبلة حتى غاب قرص الشمس تماما جاء في بعض الروايات أن زمام هذه الراحلة المباركة سقط من يده صلى الله عليه وسلم فتناوله بيد وابقى عليه الصلاة والسلام اليد الأخرى مرفوعة يدعو بها ربه حتى غاب قرص الشمس تماما فلما غاب قرص الشمس تماما أردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد خلفه على أي على هذه الناقة المباركة القصوى ناقته صلوات الله وسلامه عليه ثم أتى المشعر الحرام ثم بعد ذلك بعد أن رقد في تلك الليلة وصل الصبح في أول وقته بغلس ثم وقف عند المشعر الحرام عملا بقول الله عز وجل فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بعد ذلك انبعثت به هذه الناقة المباركة إلى ميناء ولئن كان قد أردف أسامة بن زيد وهو ماض من عرفة إلى مزدرفة فقد أردف الفضل بن عباس وهو ماض من مزدرفة إلى ميناء صلوات الله وسلامه عليه على هذه الناقة كان صلى الله عليه وسلم وهو يغطب الناس في حيرة هل هو صائم كان يوم عرفة أو غير صائم فبعثت له إحدى النساء بقدح فيه لبن فشريبه وهو على ناقته صلوات الله وسلامه عليه هذه القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة عاشت بعده ثم ماتت وقد كان له بغلة صلى الله عليه وسلم وقف عليها يوم حنين وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهذه قد أهديت له من المقوقس عظيم القبط من هنا يدرك ويعلم أن تسمية الدواب تسمية الأشياء التي نستعملها مضت به السنة فقد كان حمار النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يعفور وناقته اسمها القصوى وبعض خيله اسمه السكب وسيفه له اسم وبعض لماحه وبعض أوانيه كلها ثبت في السنة أن لها أسماء كما نجده في سيرة صلى الله عليه وسلم ولو تأملت ما ذكره العلامة بن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد لوجدت خيرا كثيرا في هذا في هذا الباب يقول حسان رضي الله عنه أرضاه فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمدي فهذا جمع ما بينما اعتاده الناس في المدح أنهم يذكرون امتطاء النياق يقول جرير يمدح عبد الملك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي وهذا مستل مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نساء قريش أراد أن يمدحهن قال خير نساء ركب من الإبل نساء قريش ثم ذكر بعض صفاتهن المراد من هذا كله الحديث عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كما كانت الناقة مطية لرسول الله عليه الصلاة والسلام نحن جعلنا من الناقة مطية للبحث والدراسة عن بعض جوانب من سيرته العطرة وأيامه النذرة صلوات الله وسلامه عليه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما ترجمة نانسي قنقر شكرا